التجربة الأولى كانت في انتخابات 2018 لأن العمالة هي النية جات متأخرة وقررت الدخول المعترك الانتخابي متأخر قبل موعد التصويت تقريباً بشهر ونصف أو شهرين بالضبط والحمد لله كانت تجربة جيدة في 2018 وصلت للمرحلة الثانية وصلت للمرحلة الثانية مع الزميل والأخص العزيز سعادة النائب السابق محمد عيسى العباسي والحمد لله كانت تجربة استفتت منها كثير وفاز فيها محمد العباسي وأدت التجربة بناء على طلب أهالي الدقرة الصراحة النية كانت موجودة من سنة تقريباً 2010 يعني 2010 يعني في بعض الأصحاب والإخوان اللي نصحوني يعني اللي يعرف محمد علوي محمد علوي صلى كثير من ثلاثين سنة في العمل التطوعي والإنساني القريب من محمد علوي يعرف في هذه الصففة كثير من المغربين ومن الأهالي ومن أهالي الدارة نفس الشيء يعني انصحوني أنها أدخل وتردت في 2010 وتردت في 2014 لكن غررت في 2018 متأخر والحمد لله كانت تجربة رغم قصرها لكن كانت جيدة انفعتني في 2022 في التجربة اللي توفقت فيها وبديت أعطلها أعداد جيد والحمد لله الله وفقني وإن شاء الله أكون عن حسن ضن أهالي دائرتي والشعب البحريني كأكل أنا من الناس اللي ما قطع المجتمع بشتى أشكال يعني سوى مجالس أهلية سوى ندوات مؤتمرات كل فعاليات تقام ودعو لها أو تم دعوتي لها لحضورها أحرص على حضورها فألاقي ردة فعل الحمد لله يعني في الدور الأول أنا ما قدر أغيّم نفسي الصراحة لكن ردود الفعل كانت جيدة وأنا أطمح للأكثر أحس يعني بيني وبين نفسي أنه لحد الآن أنا ما غدمت اللي عندي لحد الآن ما غدمت كل ما عندي يمكن غدمت من 30% لـ 35% من اللي أنا تطلع من أدائي وإن شاء الله يكون أدائي في الدور القادمة الثاني والأدور القادمة يكون أفضل ولكن للأمانة أحس أنه في ردود فعل جيدة على أدائي لكن أنا ما قدر أغيّم أدائي الناس تغيّم طبعاً نتابع عندي فريق عمل يتابع ما يطرح في الإعلام وفي السوشال ميديا وردود أفعال الناس بشكل عام نتقبل كل انتقاد بصادر رحب لكن يجب أن يكون الانتقاد للصالح العام وانتقاد إيجابي وليس سلبي بعيد عن الشخصنا والغادف والتشهير مرلمان 20-22 كان ثلثين جديد يعني 28 أضوء بالمجلس هذه يأخذون أول تجربة عندك خمسة من مجلس 2014 وسبعة من 2018 فعندك الغالبية الأضمة هي النواب الجدد فالنواب الجدد طبعاً تجربة جديدة من ضمنهم أنا كنت أول مرة تخلي البرلمان يعني تجربة بالنسبة لنا جديدة تحتاج وقت كم شهر لتستوعب القوانين واللواهة الداخلية رغم أن يعني عذب الله من كلمتانا من الأشخاص اللي التزمت في دورات لإعداد أو تهيئة المرشحين لمدة سنة مع معهد البحرين للتنمية السياسية التزمت معهم في تقريباً ثلاث أو أربع دورات استفدت منهم استفادة كبيرة يعني فادتني في تجربتي الأولى في البرلمان من خلال الدور الأول يعني حتى الناس دائماً تضغط على أننا نعمل تكتلات أنت في أول دور وثمانية وعشرين نائب جديد ما تفهم رابعك ليش ما عرفت أنت مبادئهم توجهاتهم غضاياهم اللي بطرحونها في البداية كان سعلاً كان فيه نوع من عدم التفاهم لكن الحمد لله بعد مرور تقريباً ثلاثة شهور من بداية التجربة أو بداية الدور أسمح فيه تناغم بين الأعضاء أسمح فيه تفاهم سواء يعني من بعض نقول التكتلات الجزئية في البرلمان يمكن أن هناك تكتلات غير معلنة عنها لكن مع التجربة أو الدور اللي يجب أن يكون هناك تكتلات أكوى ومعلن عنها للإعلام وللشعب البحريني حتى يكون هناك تحمل المسؤولية الجماعية ويكون هناك اتفاق موحد في الغرارات المصيرية في بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس اللي تونتها ينم فيه كانت هناك فيه اجتماعات تنسيقية بين النواب الأربعين مع معالي الرئيس أحمد المسلم يعني عندنا مجلس أسبوعي يوم الأثنين يسبق الجلسة التي هي يوم الثلاثة فبدأنا للأمانة أنا طرحت رأي شخصي قلت إحنا أربعين نائب إحنا هذه كتلة كتلة تعتبر كتلة الوطن إحنا كلنا في قارب واحد مهما اختلفنا في التوجهات مهما اختلفنا في الآراء يبقى الأهداف واحدة والرؤية واحدة وإحنا مثل ما قلت أربعين نائب ووجهت لمعالي الرئيس ولجميع النواب يجب أن نكون أربعين نائب في كتلة واحدة وهي كتلة الوطن كلنا داخلين البرلمان من أجل خدمة الوطن والشعب فيجب أن نكون كتلة واحدة صحيح أنا معاك يعني لما تكون التكتلات من خمسة لستة أشخاص من بين أربعين نائب بيكون أداء ضعيف خنكون موقعين يعني لأن التكتلات بيختلفون في الآراء في التوجهات في المبادئ لكن مثل ما إحنا عارفين التجارب السياسية كلما قوة التكتلات كان الأداء جيد بس يجب أن يكون التكتل تكتل موجه للمصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية ولمصلحة الوطن فوق كل الاعتبار في البداية يعني بداية الدور أقسمنا الغسم الدستوري أن نحن نحافظ على مقتصابات الوطن ومقتصابات المواطنين خلق نكون أكثر واقعيا الميزانية الشحب كله كان متوقع مردود إيجابي أكثر من ما حصل الحمد لله يعني كمجلس اللي صار نعتبره يعني شي جيد للمواطنين لكن الطموح كان أكبر من الشعب بشكل عام وبجميع طوافة وبجميع توجهاته وبجميع فئاته يعني الموظفين في القطاع الخاص في القطاع الحكومي المتقاعدين هناك ملفات يعني كبيرة كان يتطلع لها الشعب في إيجاد حلول وهالحلالة هذه الملفات من ضمنها البطالة اللي هي مشكلة المشاكل فجاءت الميزانية من وجهة نظاري الشخصية ويمكن متعارض معاي جاءت الميزانية مقد الطموح الشعبي والضغط الكبير اللي صار قبل برنامج عمل الحكومي وقبل الميزانية العامة للدولة في النهاية أنا دخولي للبرنامان بيني وبين ربي أمانة قبل أن تكون بيني وبين الناس اللي وصلوني أو بين الشعب أنت الناس ممكن تتهرب منهم ممكن تكذب عليهم لكن ربك ما تقدر تكذب عليه ولا تقدر تتهرب عليه إحنا أغسامنا باليمين أن نحافظ على تحقيق مستوى معيشي أو تحسين مستوى معيشي لجميع المواطنين بدون استثناء فإحنا نتطلع للأكثر والشعب يتطلع للأكثر وهناك ميزانية ثانية بتكون في السنتين الأخرتين من عمر المجلس عشرين وعشرين اللي هي ميزانيات عشرين وخمسة وعشرين وعشرين وستة وعشرين بنعمل جاهدين على تحقيق مكتسبات أكثر للمواطنين الحمد لله أنا موقفي يعني أنا رتحت نفسيا لما رفضت الميزانية وهذه طبعا ما يأثر على ولائي للبلد ولا للقيادة ولا وطنيتي أنا إنسان ولد وتربيت وسأظل وسأموت وطني أحب وطني وخياطته وأخدم الشعب بكل ما أتيت من غوة لأنسة أشيد بجهد اللجنة المالية في المجلس النواب برعاسة سعادة النارد محمد الأحمد وجميع الأعضاء اللجنة المالية أعملوا جهدهم أكبر من جهدهم أعملوا بطاقتهم وأكثر من ضماتهم للأمانة كانوا يجتمعون لأنصاف الليالي اجتماعات تحضيرية واجتماعات تنسقية وأنسى دور معالي رئيس المجلس الأمانة معالي أحمد بن سلمان المسلم قاعد يؤدي دوره على أكمل الوجه وهو إنسان متحسس لإحتياجات الوطن والمواطنين ودعم كبير لجميع النواب للأمانة لكن مثل ما قلت لك إذا في شيء مخفي فالحكومة أعلم الحكومة أعلم إذا هناك شيء مخفي لكن نعمل من أجل التحقيق مكسما أو الحد الأغصى من تطلعات الشعب يعني فيه ملفات مثل ما ذكرت ملفات كبيرة تحتاج حل حلة ما بتنحل في يوم وليلة الحكومة سعت ونغدر من الدولة على هدين عام وعند التزامات وعند ديون ويجب أن تسدها لكن في المقابل نحن كنا نتطلع أو العشرة اللي رفضوا الميزانية كانوا يتطلعون إلى تحقيق على الأقل 20% زيادة في الرواتب في الرواتب وليس في علاوات أخرى على اللغة 20% لأن الرواتب في البحر ممكن لنا نعرف من 2011 12 سنة ما ارتفعت وهناك دراسة يعني أنا ما أتكلم من عبط وهناك دراسة أن مستوى التبخم وارتفوء الأسعار في خلال 12 سنة ما هو يعود لها في زيادة في الرواتب وسألت فيه مستشارين بالمجلس أكدوا لي أن 23% 23.5% المفروض تكون في زيادة في الرواتب حتى تتحقق توازن بين التبخم وارتباع الأسعار ومستوى داخل الفرد فأحنا رضينا بالعشرين وكان هذا طموحنا طموحنا الأخير أن تكون 20% زيادة في الرواتب بالغطاع الخاص بالغطاع العام وكذلك الغطاع الخاص هناك مبادرات مثل ما ذكرت الحكومة وانتم أن يلتزمون فيها لأن 70% من الموظفين البحرينيين في الغطاع الخاص فهذين في النهاية مواطنين نفس حالهم حال المواطنين والموظفين في الغطاع العام فأحنا نتأمل خير ودائما ننظر للمستقبل بإيجابية وتفائل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عامد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه وقيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حامد الخليفة وللعاهد رئيس الوزراء والحكومة الموقعة نحن مؤمنين أن الاختلاف في الويد الاختلاف في الرأي لا يفسد للويد غضية في النهاية هذه رأي والذي وافق هذه رأي الشخصي والذي رفض هذه رأي الشخصي لكن أنا اللي وجدته من عامة الناس هلنك ارتياح لموقف نحن العشرة وكن واضح وصريح ايه فيه ارتياح صح وانت شفت وتابعت يعني الإعلام والسوشال ميديا وكلام الناس فيه ارتياح نحن وغفنا مع طموحاتهم اللي ما تحققت 100% وانا قلتها في الجلسة في مداخلتي على الميزانية انها تحقق 50% من طموحات الشعب وانتمنى الميزاني اللي آية تتحقق باقي الخمسين ليسعد الشعب البحريني في شكل عام قبل الميزانية ممكن احنا عرافنا يعني 70% ل75% ان الميزانية بتمر من مواقف النواب بتمر لكن انت لازم تسجل مواقف انت اغسامت مثل ما قلت لك انت الامانة دي بينك وين ربك وليس بينك و بين ناخبين بينك و بين ربك وانت تبع رضاء الرب الله سبحانه وتعالى ورضاء الضمير اساس انا وانا مرتاح فما انا وانا غلق او في تشتت الدور الاول دي مر مرور سريع بصراحة على الجميع حتى احنا كنواب رغم الضعط الكبير ورغم العمل الكبير اللي قمنا به مر مرور سريع يمكن نص الدور مثل ما قلتك ثلاثة شهور كان مرحلة يعني العداد وفهم التجربة من معظم النواب يعني بدأ يسخن العمل من النص الثاني من الدور الاول يعني اخر ثلاثة شهور اللي بدأت فيها وخاصة لما جيبها ارنامج عمل الحكومة وتبعها بعدين الميزانية العامة للدولة فاللي صار مثل ما قلت لك مو قد الطموح ولا الانجاز الكبير لكن تحقق شيء خانكم منصفين يعني واللي يقول ان المجلس في الدور الأول ما حقق شيء لا بيكون شوي قاسي على المجلس لا تحقق شيء لكن مثل ما ذكرت ليس بمستوى الطموح طموح الشعب انا اتكلم دايما باسم الشعب فليس مستوى طموح الشعب اللي تحقق شيء جيد ما تحقق يمكن في المجالس السابقة لكن تحقق في هذه المجلس وانتأمل في الميزانية الياي والدور الياي طبعا هو الدور الياي بيكون في من ضمن الميزانية اللي تم تمريرها فالعمل بيكون على تغريب مقترحات بتعديل غوانين وغوانين لانا للأمانة هناك غوانين تحتاج اعادة صياغة اعادة تشريع تعديل وفي غوانين جديدة تحتاج الى تشريع يعني شوف الغوانين نفس التلفون يحتاج update لا يمكن انت تستمر في قانون صار لثلاثين سنة من الثمانينات او من التسعينات اللي صار لثلاثين او اكثر من الثلاثين سنة فلازم كل قانون كل شيء في الحياة يحتاج update يحتاج تحديث الانسان بنفسه يحتاج يحدث نفسه يصير لنفسه مراجعة لمحاسبة الذات وتطوير الذات للأمانة شوف تخدمنا بعض النواب تقدموا تشريعات غوانين يعني اعتقد من ثلاث لأربع مخترحات بغوانين او اكثر يمكن اربعة او خمسة تقدمت بس انت عارف تشريع القانون ياخد له وقت يمر من خلال اللجان وبعدين يرفع لهيئة المكتب هيئة المكتب ترفع للمجلس والمجلس يذهب للحكومة في قوانين او تشريعات يعني بدوا فيها المجالس السابقة يجب ان العمل على تكملته وليس البدء من الصفر اي نعم لكن يعني مثلا انا شخصيا تقدمت تشريع قانون اللي هو الزكاعة على الشركات طبعا مر من اللجنة التشريعية والمالية والان موجود في اية المكتب وبيرفع للحكومة لكن يخذ له وقت لما يرجع يروح للحكومة ويرجع من الحكومة ويصير عليه مدولات وتصويت هذه القانون بينفع البحرين وبينفع مهضم الشعب البحريني وهذه القانون الزكاعة على الشركات منفذ في جميع دول الخليج في الكويت والسعودية منفذ بشكل اجباري و في قطر والامارات وعمال بشكل اختياري ما هذا البحرين ما في قانون الزكاعة على الشركات وتم طرح هذه القانون في المجلس السابق لكن كان فيه تحفظ من بعض الوزارات من غرف التجارة وكان هناك من رأي من وزارة العدل بتعجيل الموضوع لمزيد من الدراسة فحين جاء الوقت اللي لو بد يتشرع قانون زكاعة على الشركات هنا يمكن فيه عدة استفهمات أو علامات استفهم على من سيطبق لكن لما يرجع للمجلس هناك آليات بتكون في القانون أنها ما تفرض على الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة واللي أساسا قاعدة تعاني في ظل تغلبات الاقتصاد الوطني لكن الشركات الكبيرة مثلا اللي تحقق أرباح صافي أرباح من نصف مليون إلى وما فوق أو مليون وما فوق يجب أن فرض زكاة على إحنا في بلد إسلامي في النهاية فالثنين ونصف في المئة على الشركات الكبيرة اللي تحقق ملايين ما بتأثر عليها وبتستفيد منها الوطن بيستفيد من الوطن ويستفيد منها المواطنين لأن فيه شركات أجنبية تنخصها في البحرين وتعمل في البحرين وصافي أربحت وحضرها البحرين فالثير شاستفادة الدولة وشاستفادة المواطنين والشان ما استفادوا شي فهذه من أهم القوانين اللي يجب أن تشارع في الدور الياي ويجب العمل عليها على تمرير هذه القانون والمؤفقة عليه فعلا فيه هنا التوجه إحنا كان من بداية الدور الأول فيه توجه لتكوين أو تشكيل لجنة الشباب الرياضة اللي صارت تحت مضلة لجنة الخدمات يعني أربع اللجان المؤقتة اللي هي لجنة الشباب الرياضة لجنة المرأ والطفل ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني ولجنة حقوق الإنسان هذه الأربع اللجان صارت تحت مضلة اللجان الدائمة أو الرئيسية الخامس من الملاحظ أن في هذا المجلس عشرين تنين وعشرين فيه رياضيين كثير يعني فيه رؤساء عن دياس أبرقين وفيه معالي الرئيس كان رئيس نادي الحد هشام العواضي كان رئيس نادي الحالة وليد دوسير كان رئيس نادي البداية عبد الحكيم الشنو رئيس الاتحاد الدولي للسيزم السابق وعندنا الأخيط مريم الضاعن ما شاء الله دكتورة في العلاج الطبيعي وعندها توجه رياضي وفيه الكثير الدكتور مهدي الشويخ من نادي بربار محدثكم ملاعب سابق في نادي المحرق فيه أعضاء لهم خبرة رياضية فيجب استقلال كفاءاتهم وخبراتهم لدعم الحركة الرياضية في المملكة الدور الأول كان هناك توجه أو نية لتشكيل اللجنة لكن الدور الأول كان مزحوم ومضغوط مثل ما تعرف برنامج عمل الحكومة والميزانية فما كنا يعني مركزين لكن النية موجودة في الدور الياء أن نحن نشكل لجنة الرياضية بإذن الله وحسب التعديل الأخير من المرسوم الملكي رغم 38 في تعديل المادة أي في تعديل لاحة داخلية للمجلس أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون هناك موضوع مطروش وعلى موافقة الرئيس والمجلس على هذه الموضوع تتشكل اللجنة وتنتهي فعاليات اللجنة أو تشكيلها مع انتهاء الموضوع التي تشكل على أساس اللجنة فهناك مواضيع كثيرة محتاجات للحركة الرياضية ونحن مقبلين يعني التوجه العام وللقيادة الرياضية بقيادة سمو الشيخ ناصر الله يحفظها وسمو الشيخ خالد الله يحفظهم بتحويل الأندية لشركات التجارية وتطبيق الاحتراف الرياضي هذالين القانونين مهمين لتطوير الرياضة البحرينية لكن خلن نكون أكثر واقعية الرياضة البحرينية محتاجة الكثير والكثير والكثير قبل تطبيق هذالين القانونين على أرض الواقع هناك بنية تحتية يجب أن يعني تغويته هناك ثقافة ثقافة الاحتراف لازم تكون موجودة بين الشعب والبحرين بشكل عام لأننا دائما قبل تطبيق قانون تقسم الثقافة الثقافة تثقيف الشعب قبل تطبيق قانون عليه أو في المجتمع البحريني مهم عساس الناس تتغبل القانون وتكون عندها دراية بتطبيق القانون حركة الرياضية محتاجة الكثير والكثير مثل ما ذكرت عندك الأندية اللي هي أساس الرياضة يعني من الأندية تنبثق الاتحادات الرياضية لكن الأندية هي الأساس الأندية نحن في بلد صغير في 52 أو 53 نادي كثير كثير على بلد صغير عدد سكان محدود مغارنة بدول الخليج يعني لو ضربنا مثل الكويت فيها 14 أو 16 نادي بكثير الإمارات على حجمها 31 نادي فإحنا 53 نادي هذه يجب عادة تيكلة الأندية وأنظمتها وغوانينها يعني نتكلم مثلا عن قرار دمج الأندية صار مرتين في السابق وفشل ليه فشل لأنه كان اختياري أنت بذاب تطبق قانون ما يدروس صح على أرض الواقع يجب أن يكون إجباري وليس اختياري لكن نحن نمشي على أهواء أشخاص أو شلل لا ما نتطور أنت كنت موجود في الند أو العقدات عن البحار البحرينيين هناك أساسا في اختلاف هناك جمعيات هواء وجمعيات محترفين ونص صيادين في اختلاف بينهم ليش اختلاف لأن أي قانون يصير كل واحد ينظر لمصلحة الشخصية أنا مع الغانون نأخذ البحريني بأيدة أنا مو عاب أوقف ضد نظرا لمصلحة الشخصية لا المصلحة الشخصية لازم تكون آخر همي المصلحة العامة هي اللي يجب أن تكون طاغية على الكل صحيح ممكن يصير نخابة أو يصير اتحاد يعني مثلا نحن من يومين كنا في اجتماع مع الاتحاد البحريني النسائي لبعض القضايا المهمة كنا في اجتماع مع بعض النواب في مجلس النواب الاتحاد يمثل العديد يمكن تسعة وعشر جمعيات نسائية فتوحدوا أشتلوا اتحاد فأي مهنة مثل جمعيات لا طباء جمعيات المهندسين جمعيات المحاميين لازم تكون هناك نخابة جمعية أو اتحاد أو هيئة مجتمعية تدعى فعند المهان فما في شك أن قابل الصيادين بتطرح مشاكل مشاكل أكثر بيكون تأثيرها أكثر بس يجب مثل ما ذكرت أنا في الندوة يجب التوافق على المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية كانت هناك مقترحات كثيرة كانت هناك مقترحات مهمة ويجب أن تغدام وأخرى وكرر أنا معك أتفق معك صحيح صحيح هو ما يمنع أن مقترحات تقدمت في الفصول السابقة والمجال السابقة تعيد طرحها ما يمنع لأن مثل ما قلت لك كل فترة زمنية محتاجة لمقترحات لتحديث قوانين لتطبيق قرارات لكن يجب التركيز على المقترحات لأن يجب أن يكون الهم الأكبر الكيف في المقترحات وليس الكم لازم تكون هناك مقترحات مهمة ومصيرية تهم الوطن والمواطن أما المقترحات المكررة تلعف ثاني شيء فعلا المقترحات كثيرة وأخذت من وقت المجلس الكثير وللأسف للحين معظم المقترحات لم تأتي ردود عليها من الحكومة نحن في النهاية سواء كنا في السمطة التشريعية أو السمطة التنفيذية في مركب واحد وفي هام واحد ونعمل من أجل تحقيق أهداف واحدة ونحن كلنا في مركب الوطن ودائما نقول هذه الكلمة نحن في مركب الوطن نجاحنا من نجاح الحكومة ونجاح الحكومة من نجاحنا وفشلنا من فشل الحكومة وفشل الحكومة من فشلنا فيجب يكون هناك تعاون وخاصة للمرحلة القادمة بتكون أصعب من المرحلة السابقة فيجب يكون هناك تعاون فعلي وليس شكلي بين السلطة التشرعية والسلطة التنفيذية أنا شخصياً ما أحب أعلي صوتي أنا طبيعتي كإنسان الحمد لله متربي وعندي أخلاق ما أحب أعلي صوتي لكن هناك أسباب أنا ما أطرح قضايا يعني خنقول قضايا ليس لها أهمية أطرح قضايا وضرب في الصميم فإذا كان طرحي يزعج البعض لكنه طرح واقعي من أرض الواقع من المعاناة اللي قاعدين نشوفها في فئة كبيرة من الشعب أنا أعوذب لهم كلمة أنا وصلت البرلمان تفضل من الله وثم تفضل أصحاب أهالي دائرتي أصواتهم وأنا ممثل للشعب بشكل عام أنا وأصحاب السعادة النواب فيجب علينا تحمل الأمانة وتوسيل صوت الشعب في بيت الشعب فإذا أحنا ما نتكلم بالصراحة وبالواقع في بيت الشعب وين نتكلم لكن إذا كانت مداخلاتي تزعج البعض لكن هي تبقى هي الكلام الواقعي وبواصل على نفس النهج لا 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 أخي شوف أنا ما أصب يعني من فراق أنا عندي مبدأ وإيماني كبير بخضايا الشعب و ومن واجبي وأمان تبيني وبين ربي أن أنا دافع عن خضايا الشعب لكن أنا متى على صوتي إذا تقطع مكالماتي مداخلاتي أو تذكر الميكروفون أو هناك من يقاطعني في مداخلاتي محمد عليوي اللي عرفه وطني رضع من أم وطنية وطلع من ظهر أب وطني وتربيل على الوطنية إحنا ليس لنا غير الله ثم الوطن والملك والشعب فهذه مبدأي والعلمك يا أستاذ دايما اللي عرفه محمد عليوي محمد عليوي وضحه الكثير من عجل الوطن محمد عليوي لا زالت هناك عروض خارجية تلاحقه هذا يمكن سرع لنا لأول مرة هناك عروض رسمية موجودة إن محمد عليوي يشتغل برع وحصل أكثر من اللي حصل في مجلس النواب لكن أنا فضلت الوطن وفضلت خدمة الناس دور الأول كان جديد بالنسبة لي وبالنسبة حق النواب الجدد لكن اكتسبت منه خبرة لكن أظل أقول يعني إذا لم يتم مخاطعتي في مداخلاتي ولم يتم تسكير الميكروفون علي لأنه في النهاية ما عليش ما عليش نشوف المعالين الرئيس أكن لك كل الاحترام والتغدير أخ عزيز وعلاقتي بطيبة من سنين ممتدة هو ينفذ عمله في تنظيم الجلسة من ناحية الوقت ومن ناحية المداخلات هذه حقها وأنا مارس حقي في إيصال صوت الشعب أوكي لكن أتمنى يكون هناك يعني مجال أكثر لطرح مشاكل الشعب أكثر بشكل أوسح حتى نمر بهدوء ونطرح المشاكل بهدوء ونوصل الرسالة بهدوء بدون صراخ أنا يعني أعذب الله من كل بات أنا معالي الرئيس أكل لك كل الاحترام والتغدير وأرفع لعنعقال على أداة وعلى وقوفها مع الناس ومع غضايا الشعب والوطن نحن داخل المجلس نأدي دورنا سواء هو كرئيس وأصحاب سعادة النواب برع إخوان حتى مع النواب لو اختلفني في الآراء وفي القرارات لكن إخوان قبل كل شي مثل ما قلتك كلنا في مركب واحد ومركب الوطن وإحنا نخدم الوطن والشعب البحريني ونتأمل نتأمل الدور لياي واللي بعده واللي بعده يكون أفضل ومعندي شك في جميع النواب الأربعين أنهم لا يتخذلون أو يتراجعون عن خدمة أو تشريع أي قانون أو تقديم أي مقترحات للصالح العام للوطن والمواطنين أوجه شكر لجريدة الوطن ولك شخصيا الأستاذ أيمن وأستاذنا نايف يعطيكم العافية وطغم العمل وجميع موظفين جريدة الوطن اللي قاعدة ترسم تميز ملحوظ والابداعات اللي اتجت لها يعني جميع الصحف اللي هو تصوير الفيديوهات والسوشيال ميديا وهذه فهذه شيء جيد بالعكس يعني يواكب التطور اللي قاعدة يصير مع التكنولوجيا ويعني اللي قاعدة ينطرح في وسائل التواصل الاجتماعي وأنا عارف ميناة الصحافة وتعاونت مع الصحافة في فترة ككاتب أو كناقد رياضي كاتب عمود أسبوعي لمست المعانا لتوازيها الصحافة الصحافة محتاجة دعم كبير بشكل عام من جميع الجهات من جميع والله احنا عندنا في لجهة الخنمات لازال موجود قانون الصحافة اللي صالها أكثر من عشرين سنة في أرفف المجلس وفي أروقات المجلس ونتأمل في هذه الفصل أن احنا نخلصها ونمرها ويحفظ لجميع أصحاب العلاقة حقوقهم فكل الشكر والتقدير لكم وغتمنى أن كنت خفيف على المشاهدين وفت المشاهدين لو بالشي القليل ويعذروني المشاهدين أو المتابعين أو الشعب البحرين بشكل عام إذا أنا عليت صوتي في الدور الأول فهو خصبا عني لأني مؤمن بغضايا ولازم أدافع عنها كل ما أتيت من غوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا